الجامعة الافتراضية السورية كتاب القانون الدولي الخاص واحد للدكتور فؤاد ديب الوحدة التعليمية الثانية بعنوان نفهم الجنسية وأحلامها العامة الدرس الثالث يغطي هذا التسجيل الصفحات من 17 إلى 26 تقديمة مبادرة ضوء بصوت باسم مقداد تعريف الجنسية وأركانها وطبيعتها يمكن تعريف الجنسية بشكل عام بأنها رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة يصبح بموجبها هذا الفرد أحد المواطنين المكونين لشعب هذه الدولة ويتبين من هذا التعريف أن رابطة الجنسية تقوم على أركان ثلاثة هي الدولة والفرد والفرد ورابطة قانونية وسياسية بين طرفيها الدولة والفرد أركان الجنسية ألف الدولة يعود للدولة وحدها حق اتخاذ جنسية لها بموجب قوانينها الوطنية ويقصد بالدولة كطرف منشئ لرابطة الجنسية الوحدة السياسية التي تتمتع بصفة الدولة وفقاً لمبادئ القانون الدولي العام وقواعد القانون الدستوري أي الوحدة التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية وبصفة الدولة بآن واحد وعلى هذا فإن الدولة البسيطة والدولة المركبة أي الاتحادية تملك كل منهما حق إنشاء جنسية لها وتكون لها جنسية واحدة أما الوحدات السياسية التي تترقب منها بعض الدول الاتحادية كالولايات أو المقاطعات أو الأقاليم فإنها لا تملك هذا الحق من معنى المحدد أعلاه والرابطة التي تقوم بين كيان من هذه الكيانات وشخص من الأشخاص التابعين لها لا تعد رابطة جنسية لأنها لا تتمتع بالشخصية الدولية بالمعنى الدولي وإن كانت تتمتع بنوع من الاستقلالية تجاه الدولة الاتحادية التي تنتمي إليها أو تجاه الوحدات الأخرى المكونة لها لأن شخصيتها هذه كمقاطعة أو كإقليم أو كدولة ضمن الدولة الاتحادية تنحصر أهميتها ضمن هذه الدولة ولا يعتد بها على الصعيد الدولي كشخص من أشخاص القانون الدولي العام وكذلك الأمر بالنسبة للاتحاد الدولي أو اتحاد الدول الذي يعترف له بالشخصية القانونية الدولية دون أن يعترف له بصفة الدولة لا تعد الرابطة التي تربط فردا من دولة عضو في اتحاد الدول بهذا الاتحاد رابطة جنسية ومن المعروف أن قيام اتحاد الدول لا يؤدي إلى ذوبان الشخصية الدولية لدول الأعضاء في هذا الاتحاد إذ يبقى لكل دولة عضو فيه جنسيتها لأنه يحتفظ لها بصفتها كدولة وشخصيتها القانونية الدولية كما لا تعد الرابطة الوظيفية التي تنشئها بعض المنظمات الدولية والإقليمية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بينها وبين العاملين لديها وتوثقها بجوازات سفر خاصة بها جنسية بالمعنى الحقيقي وإن سماها بعضهم كذلك لأن هذه المنظمات وإن كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية إلا أنها ليست بدول ولا يشترط في الدولة كطرف منشئ لرابطة الجنسية أن تكون تامة السيادة فالدول الخاضعة لنظام الوصاية أو الانتداب أو المرتبطة سياسيا بغيرها بشكل ينقص من سيادتها تملك حق إنشاء جنسية خاصة بها كما كان عليه الحال بالنسبة لسوريا قبل الاستقلال عندما كانت خاضعة للانتداب الفرنسي فبالرغم من أن سق الانتداب على سوريا قد أنقص من سيادتها كدولة مستقلة إلا أنه حفظ لها حقها في إنشاء جنسية سورية واستنادا إلى تعريف الدولة بالمعنى المحدد أعلاه فإن العلاقة التي تقوم بين شخص ما وأمة معينة لا تعد من الناحية القانونية علاقة جنسية لأن الأمة وحدة اجتماعية طبيعية تفتقر إلى الشخصية القانونية الدولية وإنما هي رابطة اجتماعية تحدد انتماءه القومي إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن بعض الأمم قد تحقق وحدتها السياسية وتتحول إلى دولة وعندها يحصل التطابق بين الأمة والدولة وتصبح الدولة هي الأمة في وضعها القانوني على النحو الذي قال به الفقه الإيطالي منشيني وفقا لمبدأ الجنسيات إن القول بأن الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة يصبح الفرد بموجبها أحد الوطنيين المكونين لعنصر الشعب فيها يعني أن الجنسية بمعناها الحقيقي لا يمكن أن تناطى إلا بالشخص الطبيعي أي بالإنسان لأن الأشخاص الطبيعيين يؤلفون الشخصية سواء كان كامل الأهلية أم ناقصها أم ثاقدا لها بشرط أن يكون متمتعا بالشخصية القانونية ونظرا لانقراض الرقيق واختفاء الموت المدني في تشريعات الدول الذين كانا يقومان على أساس انتفاء الشخصية القانونية للفرد الذي كان محلا لهما يمكن القول أن كل إنسان يمكن أن يكون طرفا في رابطة الجنسية باعتبارها مظهرا من مظاهر الشخصية القانونية للفرد ولكن نلاحظ أن التعامل الحقوقي سواء في لغة المشرع أم في لغة الفقه قد جرى على إطلاق صفة الجنسية على بعض الأشياء كالطائرات والسفن وعلى الأشخاص الاعتبارية للشركات فيقال فيقال مثلا عن سفينة أنها يونانية أو يابانية ويقال عن شركة أنها سورية أو ألمانية ومثال ذلك ما جاء في المادة رقم عشر من قانون الشركات السوري لعام 2011 التي نصت على ما يلي تعتبر جنسية الشركة سورية حكما رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامها الأساسي إذا تأسست في سوريا وتم قيدها في سجل الشركات في جمهورية العربية السورية ولا تخضع لإحكام هذه المادة الشركات المسجلة في المناطق الحرة في سوريا إن جنسية الأشياء والأشخاص الاعتبارية هي نوع من المجاز الحقوقي لجأ إليه المشارعون والفقهاء بقصد ربط الشخص الاعتباري أو الشيء بدولة معينة من أجل إخضاعه إلى قوانينها أي من أجل تحديد الحقوق التي يتمتع بها والالتزامات التي تترتب عليه وإذا كانت جنسية الأشياء وجنسية الأشخاص الاعتبارية تتشابه ما جنسية الأشخاص الطبيعيين من حيث أنها تعد شرطاً للتمتع ببعض الحقوق إلا أنها تختلف عنها من حيث مضمونها وشروطها وآثارها فجنسية بمعنىها الحقيقي تعنى بتحديد الأعضاء المكونين لعنصر الشعب في الدولة أما جنسية الأشياء التي تكتسب نتيجة قيد هذه الأشياء في دولة معينة فالغرض منها هو تحديد الأشياء التي تعد جزءاً من إقليم الدولة وتشكل الإطار المادي لسيادتها الإقليمية وتتمتع بحمايتها كما أن شروط وجود الجنسية الحقيقية تختلف كلياً عن شروط جنسية الأشياء والأشخاص الاعتبارية والآثار الناجمة عن الجنسية الحقيقية لا يمكن إدراكها وتطبيقها بالنسبة للأشياء والأشخاص الاعتبارية وبخاصة فيما يتعلق بممارسة الحقوق العامة أو السياسية والقيام ببعض الالتزامات المترتبة على الشخص الطبيعي جيم رابطة الجنسية رابطة قانونية وسياسية تستمد الجنسية صفتها القانونية من كونها مستمدة من القانون تنشئها الدولة بالتشريع وتحدد شروط اكتسابها وفقدها وتترتب عليها حقوق وواجبات متبادلة بين الدولة وكل فرد من رعاياها فالفرد الذي تثبت له جنسية دولة معينة يتمتع بحقوق خاصة كحق التملك وحقوق عامة كحق التصويت وتولي الوظائف العامة والإقامة وغيرها وتقع عليه التزامات معينة كأداء الخدمة الإلزمية والإخلاص للدولة لا يتمتع ولا يلزم بها الأجنبي وبالمقابل يقع على عاتق الدولة الدفاع عنه وحماية نشاطه ومصالحه المشروعة داخل البلاد وخارجها والجنسية على خلاف غيرها من الروابط القانونية تقوم على اعتبارات سياسية واجتماعية فمدلول رابطة قانونية لا يعني قيام ارتباط قانوني بين شخصين مستقلين لهما مصالح متنافرة ومتضاربة بل على العكس من ذلك فإن فكرة الارتباط هذه تقوم على أساس فكرة الولاء للدولة وتقتضي ذوبان السائر الأفراد الذين تجمعهم هذه الرابطة واندماجهم في مجموعة واحدة متضامنة لها مصالح مشتركة وكيان سياسي يتمثل في وجود الدولة أما صفتها السياسية فتستند إلى كونها تقوم على اعتبارات سياسية فهي تتصل بالدولة كوحدة سياسية يتحدد على أساسها عنصر الشعب تتولى الدولة إنشاءها وتنظيم أحكامها وهي بالإضافة إلى ذلك أداة سياسية لتوزيع الأفراد دوليا الطبيعة القانونية للجنسية أما عن الطبيعة القانونية لهذه الرابطة فقد اختلف الفقهاء والتشريعات في تحديدها فلقد عدها بعضهم من روابط القانون الخاص وعدها بعضهم الآخر من روابط القانون العام وبهذا الصدد نلاحظ أيضا تباينا في موقف التشريع السوري فلقد عدها القانون المدني من روابط القانون الخاص عندما ذكرها ضمن العناصر المكونة لحالة الشخص الطبيعي وتحت الفصل المتعلق بالأشخاص المادة رقم 35 أما قانون جنسية الجمهورية العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 فقد عدها بفق ما جاء في الأسباب الموجبة من روابط القانون العام وتقضع بالتالي للضوابط التي تحكم هذا القانون وعلى هذا النحو صار قضاء مجلس الدولة في سوريا وبتقديرنا إن الجنسية رابطة قانونية ذات طبيعة مختلقة خاصة وعامة فعلى الرغم من ارتباطها بالقانون العام لارتباطها بكيان الدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار سلتها بالقانون الخاص باعتبارها عنصراً من العناصر المكونة لحالة الشخص وهي بحكم طبيعتها المختلطة هذه ترتبط بالقانون الدولي الخاص أكثر من ارتباطها بأي فرع من فروع القانون الأخرى المبادئ التي يقوم عليها تنظيم الجنسية يقوم تنظيم الجنسية في مختلف دول العالم على أساس احترام المبدأين التاليين المبدأ الأول حرية الدولة واستقلالها في تنظيم جنسيتها والمبدأ الثاني الجنسية حق من حقوق الإنسان بداية مبدأ حرية الدولة واستقلالها في تنظيم جنسيتها ألف المبدأ إن حق الدولة في تنظيم جنسيتها وتحديد رعاياها وفقاً لإرادتها المستقلة وما تقتضيه مصالحها الأساسية العليا هو من أهم المبادئ التي أقرتها قواعد القانون الدولي العام في مجال الجنسية وأخذ به الفقه والاجتهاد القضائي الدولي وكرسته الاتفاقات والمجامع العلمية الدولية ويستند هذا المبدأ إلى اعتبارات تتعلق بكيان الدولة وممارستها لسيادتها فلقد رأينا سابقاً أن نظام الجنسية يتكفل بتحديد ركن الشعب في الدولة أي تحديد الأشخاص الذين يشكلون عنصر سيادتها الشخصية كما يشكل الإقليم عنصر سيادتها الإقليمية ومما لا شك فيه أن مسألة تنظيم كيان الدولة وممارستها لسيادتها هي من الأمور التي تدخل في نطق السلطة القانونية العليا ونهائية للدولة لذلك تنفرد الدولة وحدها دون غيرها من الدول بتنظيم جنسيتها نظراً لكونها من ألصق المسائل بكيانها وأكثرها مساساً بسيادتها ولهذا يعد مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها من المستلزمات الطبيعية لتطبيق مبدأ السيادة ويترتب على تطبيق مبدأ حرية الدولة واستقلالها في التنظيم الجنسية نتائج أعدة أهمها 1- عدم الاعتراف للمحاكم الوطنية والأجنبية بالنظر في جنسية شخص أجنبي بالنسبة لها وهذا ما أخذ به مجلس الدولة في سوريا بقراره رقم 166 في القضية رقم 25 لعام 1974 الذي ينص على أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إنما يختص وفق حكم المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 بالفصل في كافة الدعاوى المتعلقة بالجنسية كافة ويقصد بها حصرا الجنسية السورية لا جنسية البلاد العربية الأخرى لذلك فهو لا يختص بالمنازعة التي تدور حول صحة اكتساب أحد الفلسطينيين الجنسية الأردنية هذا فضلا عن أن قضايا الجنسية من النظام العام ولا يجوز لمحكمة غير وطنية التعرض لها لمسس ذلك بسيادة الدولة التي يتبعها طالب الإلغاء أو التثبيت ثانيا عدم سريان نصوص تشريعات الدول التي تتدخل في تنظيم جنسية دولة ما في مواجهة هذه الدولة لأن مثل هذا النص يشكل تعدياً واضحاً على حق المشارع في تنظيم جنسية بلاده وتحديد الأشخاص الذين ينتمون إليها ثالثاً نشوء مشكلة تنازل الجنسيات أي وجود أشخاص يحملون عدة جنسيات في وقت واحد وهذه هي ظاهرة تعدد الجنسيات أو ازدواجها أي التنازع الإيجابي وأشخاص لا يحملون أية جنسية مما يعرف بظاهرة عدم الجنسية أي التنازع السلبي وما رد ذلك إلى اختلاف التشريعات الدول النظمة للجنسية وهذا الاختلاف ناجم عن ممارسة الدولة لحريتها في تنظيم جنسيتها دون مراعاة لما يجري عليه العمل في الدول الأخرى إن مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها ليس مطلقاً بل ترد عليه بعض القيود المستمدة من القانون الدولي والتي أملتها ضرورات النظام الدولي في تحاشي فوضى الجنسيات ومصالح الدول نفسها في أن تكفل لتشريع جنسيتها النفاذ على الصعيد الدولي وهذه القيود اتفاقية وغير اتفاقية ويقصد بذلك الاتفاقية الدولية بين الدول فالمعاهدات التي تبرمها الدول بشأن الجنسية تشكل التزاماً إرادياً يقيد حريتها عند تنظيمها لجنسيتها ويتوجب عليها مراعاة أحكامها واحترامها فمعاهدة لوزان تاريخ الرابع والعشرين من تموز لعام 1923 تشكل قيداً لحرية المشرع في الدول التي انفصلت عن الدولة العثمانية وكذلك وكذلك اتفاقية الثالث والعشرين من أيلول لسنة الف وتسعمائة واثنان وخمسون بين بعض دول الجامعة العربية بشأن جنسية أبناء الدول العربية المقيمين في بلاد غير التي ينتمون إليها بأصلهم واتفاقية الخامس من نيسان سنة الف وتسعمائة واربعة وخمسون بشأن أحكام الجنسية بين دول الجامعة العربية تشكلان أيضاً قيداً اتفاقياً على حرية المشرع في الدول التي انضمت إليها بحيث يجب توجب بحيث يتوجب احترام أحكامها عند تنظيمه لجنسية بلاده باء القيود غير الاتفاقية ويقصد بذلك القيود التي تقررها قواعد القانون الدولي التي مصدرها العرف أو الاجتهاد القضائي الدولي وهذه القيود بالرغم من قلتها يختلف الفقهاء في حصرها وتحديدها ومن القيود التي أخذ بها الفقه واستقر عليها المشارعون في الدول كافة القيود الذي يقضي بعدم منح أبناء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المولودين على إقليم الدولة التي تباشر فيه البعثة عملها جنسية هذه الدولة ومن أهم القيود التي أخذ بها الاجتهاد القضائي المبدأ الذي يوجب على الدولة بناء جنسيتها على رابطة فعلية حقيقية بينها وبين الفرد الذي تنسبه إليها لكي تنتج هذه الجنسية فعاليتها على الصعيد الدولي بحيث يظهر الفرد من خلال ظروف الواقع أنه أكثر ارتباطاً بهذه الدولة من غيرها ولا تقتصر أهمية هذا المبدأ على الآثار التي ترتبها الجنسية في الميدان الدولي بل إن قيام صلة حقيقية بين الفرد والدولة التي تمنحه جنسيتها يشكل شرطاً أساسياً في بناء جنسيتها يتوجب على المشرع احترامه والتقيد به فلا يجوز فرد جنسية دولة ما على شخص لا تربطه بهذه الدولة أي رابطة مادية أو معنوية نهاية الدرس الثالث ترجمة نانسي قنقر